وبنهاية صباحنا لليوم وفقراتنا رح اروح لها نحكي فيها عن الفن التشكيلي لدائما وقت البلامس قضايا الوطن اكيد بيعطي اضافة جديدة للفنان وتنوع للوحات لو قدي الفن التشكيلي بتحبي اول شي هايدي؟ اكيد يعني اذا وقفت قدام لوحة تشكيلي احيانا في ناس ما بتعرف تقرها صح بتشعر فيها اكتر يعني بتقول انا وصلتني ما فهمت الرموز بس حسيت بشي حلو وقت شفت ممكن رشا بتلاقي لوحات فنية تشكيلية بتعبرها عنك ممكن بافكارها بمشارها ويمكن اليوم الفن التشكيلي خلينا نكون متفقين انهو رسالة هاي رسالة ممكن تكون اجتماعية توصل لجميع الناس اكيد ودائما وقت نقول رسالة وحملت هاي اللوحات الوطن وطوفان فلسطين فعنات اليوم الاضافة جدا جميلة خلينا نروح لضيفتنا لليوم وهي الفناني التشكيلية سماح زرزوري اللي شاركت مؤخرا ضمن الفعالية التي اطلقتها وزارة الثقافة ومدرية ثقافة ديمشق وها جدارية حاملت عنوان توفان فلسطين رح نحكي اكتر عن هيئة المشاركة ونحكي ايضا عن الفن التشكيلية ما ضيفتنا لليوم سعد صباحك سماح سماح خلينا بداية قبل ما نتعرف عنك اكتر نحكي عن اخر عمالك اليوم عن جدارية توفان الفلسطين شو بتخبرينا هلا جدارية فلسطين كانت وكان معرض كتير مميز في الاستاذ محمد الركوعي الاستاذ فلسطيني هو استاذ كتير قدير طلب منها المشاركة بعمل جدارية مع مجموعة فنانين كبار نسم جدارية لتتعلق بالسفارة الفلسطينية تحت اشرافه طبعا كانت بمركز ثقافي ابو رماني فاجتماعنا مدد اسبوع يعني احنا والفنانين عملنا هالجدارية بتحكي طبعا عن معاناة الشعب الفلسطيني فلسطين هي بضل قضيتنا كلنا ووجعنا واهلنا هنه فكل فنان عمل جداري عمل رسمة اللي بتحكي عنه اللي بتحكي كيف هو باسلوبه باسلوبه عن فلسطين كيف عم يشوف اليوم توفان فلسطين اكيد يعني فكانت مبادرة حلوة كتير من الفنانين وكانت كتير لوحة جدارية جميلة مع الفنانين كلهم بأبيل ألوان جميلة بطرح اسلوب حلو للفن التشكيلي اللي هي جدارية وطبعا بالمعرض كان ساعة السفير الفلسطيني بسوريا متواجد فكان عمل كتير حلو يعني طب هاد النجاح اكيد ما اجرا هيك عن عباس مثل ما بيقولوا كان في تحضير كان في تفكير وكان في خطة اليوم لحتى نحن نقدر نوصل الرسالة لحابين أولادة من طوفان فلسطين كيف تم التحضير الوقت التجهيز من الأشخاص اللي كان في تشاركية معهم؟ تمام هلا هو مقتلك استاذ محمد الفنان محمد الركوعي هو خبرنا بالوقت وتجهيزات كلها كانت موجودة فتواجدنا نحن بالمركز وكلنا سوا يعني بتعاوم مع بعضنا بتجهيزات تجهيزات أدي أخذت منك الجدارية شغل وتجهيز؟ هلا هي كان وقتها أسبوع بس كل فنان حسب ما انه يجيب وقتها بس انه هي تقريبا أسبوع لانه هي كبيرة شوي وكمان كل حدا رسم بأسلوبه هو بطريقته هو بطرحه هو يعني كل حدا رسم موضوع يعني تلعي باللوحة بتعرفي ايا فكل فنان شو رسم؟ هلو بصمة خاصة؟ هلو بصمة هي تفحونا الله تحسي مثل بصمة الإصبع كل حدا إلو بصمته الخاصة بالرسم صحيح ويمكن اليوم بتلاقي نسبك بينا من الفنانين تشكيليين بيلجاؤوا لرسم الفردي ليعبروا عن أفكار عن مواضيع معينة بأسلوبهم خاص ولكن اليوم ذكرتي أنه كان العمل جماعي خلينا نوضح عن أهمية هذا الرسم الجماعي تمام هلأ دائما هلأ الفرنان هو برجع على مدد ست ذاته قدما رسم ورسم كل المدارس بتلاقي بالنهاية بيعمل بصمة إلو بالرسم هلأ الرسم الجماعي هو لما تصير اللوحة هي عبارة عن رسالة رسالة بوصل الفرنان بيحض فيها مشاعره بالألوانه بالهيرمون الموجود بالألوان باللوحة فبتلاقي إنه بتلاقي باللوحة كلها ألوان كل حدا إلو طرح معين بأسلوب معين ليوصل رسالته ومشاعر ماذا تسالتك سماح كانت من خلال هاي الجدارية؟ أنا استخدمت الأنثى كانت الأنثى هي أساسية بلوحتي دائما حسنا بفلسطين طبعا الأنثى هي الأم هي أم الشهيد أم الأسير أم المقاوم أم كل شيء هي شهيدة كمان تمام فهي أنا كانت أنثى حزينة يعني متأثرة بالوض بالعمل السيطة طبعا ببلده أولاده أهله فكل حدا فيه ناس مثلا ارتجهوا لرسم المنازل بالنهاية كمان المنازل بتعبر على الشجرة عن اللي يموء كل حدا إلو الشهيدة بطريقة معينة بس دائما أنا بحس الأنثى هي إلها تعبير بتعبر بطريقة معينة بتعبري فيها تعبر فيها عن كل شيء تمام لأنه هي الأساسية بكل شيء صحيح ويمكن عم نتابع عبر الشاشة العديد دائما لوحاتك اليوم وشفنا في تركيز واضح اليوم على الأنثى على الطبيعة على الحروف يعني خلينا وضع هذا التنوع اليوم هي الأفكار اللي بتعرضيها اليوم قدام مهمة طبعا أنا برجع بوداما أن الأنثى بحس اللوحة هي تفتقر ما فيها الأنثى فهي فقيرة من دونها لأنه هي كل شيء بالدنيا الأنثى بحسها هي الجمال وهي الأم يعني بالإضافة لأنه دام إحنا مثلا الحروف العربية من ضيفة لأنه بالنها هي رسالة والفن تشكيلي هو مراية للتزامن الأرجال فهو كل شيء بنحطه لازم أنه تراث الدمشقي البيئة الدمشقية بنرسمها حتى يجب أن تحفظها بالنظر فهو المتلقي دائما بيشوفها مع الأجيال يشوف شو فيه شو قدمنا نحنا بالمستقبل سماح دائما نحنا بنعرف ومن استطافات كتير لفنانين تشكيليين وغير مجالات دائما كل فنان بيستهوى زاوية أو خلينا نقول بصحي عنده الإبداع بلحظة يوم شو بيستفزك أكتر شي لحتى ترسمي تمسكي الألام وتبلش ترسمي هلأ بصراحة حسب المود كمان له علاقة يعني هلأ كيف المود؟ تمام؟ هلأ هو حزري شو هو كمان له علاقة بالكل حدا شو بيحب يرسم فيه ناس مثلا تتلقي مثلا بيرسموا أنثة في عناس بيرسموا بيوري في عناس بيوري كي حدا بيميله طلح معين بلوحاته كمان هي مدارس هلأ أنا مثلا بيميله مدرسة تعبيرية المدرسة تعبيرية الأساسية فيها الرموز الرموز هي أشكال أنا بتعبر عن شيء نحنا من نوصله بحسيسنا ومشاعرنا باللوحة هلأ دائما قلت لك أنا بحب الأنثة بحس الأنثة بالإضافة إلى الورود يعني كمان هي الورود تعطيه صعادة أنا بحب اللوحة اللي بتعطيه سعادة بتعطيه فرح بألوان معينة لحتى بتعطيه طاقة إيجابية لأنه الألوان هي طاقة نحنا بلنا خد طاقتنا من الألوان لما نحطها على اللوحة فهي بتوصل شيء حلو للمكان الموجودة فيه إذا كانت مشرقة أكيد سمح خلينا نرجع شوي لبداياتك نعرف أم تبلجتي وهلأ لوين وصلتي شو الإضافات الجديدة اليوم اللي قدفتها لشغلتك دائماً هو الطفولة دائماً الطفولة هي الأساس كل أطفال بتحب تلفتها الألوان بتلفتها الرسم فكانت بتعطيه بالمدرسة بالمسابقات اللي وقتني عملوها بالمدرسة نكنت دائماً إنجح آخر جوائس فيها فبلشت معي من طفولة وطبعاً الموهبة أساسية بالفنان بس بحس أنه دائماً الدراسة الأكاديمية بتسقل هذا الشيء فدائماً بحس واحد إلا ما يكون عنو قص بطريقة معينة فجأت لدراسة الأكاديمية فكتير استفت مننا لأنه بتعلمي كافة الأساليب وكافة التقنيات الفنية لحتى تقدمي كمان عمل متكامل كما بيقولون أكيد بسماحه وبجانب لهي الدراسة اليوم أنت بحاجة للتجربة بحاجة لحتى تأثري وتتأثري بخبرة غيرك وهذا الشيء نحن نشوفه عند كثير من فنانين ممكن يحصلوا عليه من خلال المعارض الجماعية أو حتى المعارض الفنية من خلال النقد البناء يعني أي فنان اليوم بجوز أنت اسم بالنسبة لك يورجه لك ملاحظة إيجابية تقدري تبني عليه شيء إيجابي قد اليوم تساهم المشاركات في المعارض مكان فردية أو جماعية بتجربتك شخصية أكيد دائماً لازم يكون الفنان عنده إحتكاك مباشر بالوسط الفني لحتى يشوف ويتعلم من الجيل القديم أو الأسازة الكبار أو الجيل الجديد كمان كله يعني سبحان الله في عنا نحن كافة الفنانين بكافة أساليبهم بكافة طرحهم أكيد أنا بشاركة بمعارض بتعرف على فنانين كبار وصغار بإضافة إني بتعلم منهم يعني دائماً التغذية البصرية كتير مهمة للفنان ويسمع حتى يعرف أخطائه يتعلم يأخذ أفكار جديدة يقول الطلاع دائماً حلو حتى بالإنترنت والتواصل الاجتماعي بالإنترنت كمان إحنا التغذية البصرية كتير مهمة إلنا لأنه كتير هذا الشي بيعلمنا حتى الألوان المشبعة كل شيء إلو علاقة بالفنان ممكن بيطرح فكرة من خلال رسمة صغيرة ممكن نشوفها يعني تاتيك المشروع أحب أحداث مثلاً غزة أنه إحنا ممكن أقل شي ممكن نعمل نرسم شيء عن غزة هي نوصل شيء للعالم أنه صرخ الطفل الشيء اللي عم نشوفه كتير كبير ووجع كبير ومأساة إحنا كمان عشنا الحرفة نعرف الوجع الصعب اللي صار أكيد تمام سمح أنتي قادرة اليوم الدربي أو تعلمي صبايا الجيل الجديد اليوم بالفنة تشكيلي؟ نعم طبعاً أكيد وحتى أحب هذا الشيء لأنه دائماً الطفل يحب يرسم أو يعمل شيء فلما توجهه أنتي بطريقة هو طبعاً اللي بيحب يرسم فبيشتغل على حاله أكيد دعني أحكي لأبكرة هل في مشاريع تتحضر؟ هل في معارض حيكون إليك مشاركة فيها؟ وقادي اليوم مهم الفنان يكون لهم مشاركات خارجية كمان؟ طبعاً دائماً فعنا مشاركات بالمعارض الثقافية بدمشق يعني بإضافة للمحافظات وحتى على الإنترنت أوقات بصير في معارض جماعية بالأونلاين يعني بتصير بحكم التفاصيل فوق تصير في مشاركات فبالتالي أنت مثل ما قلنا بتطرحي شي جديد بالمعارض ومواضيع جديدة دائماً عندنا معارض جماعية مع فنانين كبار في المعارض الثقافية أكيد بالخطام الفنانية التشكيلية سماح زرزوري بنا نتشكلك كثير وكل التوفيق إليك بمجالك أهلا وسهلا شكراً لإلك سماح وموفقة هيك بانتظار مشاريع حلوة وجداريات أيضاً باسمك تحمل بسمة سماح شكراً لإلك سماح وموفقة يا رب الله يسميك شكراً